هل لديك مشاكل بالتعلم؟ لا تستطيع اجدياز الاختبارات بنجاح؟ هل تعتقد أن من يدرسك المادة هو المسؤول عن هذه المشاكل؟ إليكم بعض الحلول التي تمكنك من التعلم الذكي التعلم الذكي سبيلك للاحتفاظ بأكبر قدر من المادة المدروسة بأقل وقت ممكن السلام عليكم معكم سامي حمدي التعلم الذكي هو أساس التعلم بالمستقبل القائم على استخدام المنظومات الإلكترونية والمنظومات الاتصالية المتطورة التي يقع تحديثها كل لحظة تعلم مفتوح على العالم الافتراضي وهو مفتوح على المعارف والمعارف والابتكرار وبحسب منظور خبراء التعلم فالتركيز لا يجب أن يكون على التكنولوجيا فقط بل على ضبط عملية التعلم تتماشى والعصر نصاب أحيانا بالصدمة من حجم المادة الدراسية كل يوم وحجم الوقت الذي يقدر أن هذه المادة تحتاجه للفهم والاستعادة بداية اعلم أن قدرتك على الاحتفاظ بالمعلومات أثناء المراجعة والمذاكرة تقل بعد 25 إلى 30 دقيقة من المراجعة والمذاكرة وهنا ما أقترح هو الاكثار من جلسات الدراسة والمراجعة والمذاكرة هذا القدر من الوقت عدة فترات من 25 إلى 30 دقيقة والتي تفصل بينها فترات راحة نظرا لكثافات المادة الدراسية يمكنك الرجوع إلى المراجع أثناء الحفظ والاستعاد من حين لآخر ونقلل هذا الاعتماد تدريجياً مع مهور الوقت بمعنى أنه لا بأس من إلقاء نظرة خاطفة على المادة التي تراجعها هذه العملية هي عملية إطلاع لتتم عملية التذكر وتليها عملية نقل المعلومات شيئاً بشئاً إلى الذاكرة طويلة المدار تدمين الملاحظات في شكل رؤوس أقلام وكلمات مفتيل وجمال قصيرة هذه العملية تساعدك على الفهم والاستعادة وكن على الاستعداد لتدريس ما تعلمت لغيرك هذا يزيد من متانة رقباتك بالمادة يمكنك قراءة كتاب ومراجع في وقت قصير نعم يمكنك قراءة كتاب في ساعة واحدة مع الفهم والاستعادة الجيد وهنا لتكون هذه العملية بطريقة SP3R اتبع هذا الرابط للمصول للشرح المبسط والمبسط لهذه التقنية قصب كل ما تعلمته إلى حقائق ومتهي الحقائق تلك المعلومات التي تلصخ الذاكرة بشكل سهل ويصعب مع المهم الذاكرة نفسها أما المفاهيم فهي الصمع هو اللص الذي يشد أجزاء الصورة الكبيرة للمادة التي تراجع وتتعلمها اجعل الحقائق والمفاهيم أهم شيء تتعلمه إضافة إلى التمرين التي تعدمده لترسيخ كل ما تعلمت خذ راحة بعد كل جلسة مراجعة ودون ملاحظات وخفف من اعتمادك على المراجعة الأصلية للمراجعة تدريجية واعتمد طريقة SP3R للقراءة بطريقة سريعة مع الاستعاد الجيد الحقائق والمفاهيم والثمارين أهم ما تدرسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته